نبدأ بأول خبر إذ فتحت الشؤون الصحية في المدينة المنورة التحقيق في واقعة العثور على جثتين مجهولتين بداخل فريزر تبين أنه تم الاحتفاظ بها مدة تجاوزة ثلاث سنوات دون أن يتم التعامل معها بطريقة شرعية وكانت اللجالة التفتيشية بصحة المدينة زارت مستشفى خاصة ضمن جولاتها التفتيشية المعتادة وأثناء تفتيش المراقبين بعض أقسام المستشفى عثروا على ثلاثة ثلاجة فريزر في إحدى الغرف وبفتحها عثر على جثتين ملفوفتين بأكياس طبية وتم التحفظ على الجثتين وحالة القضية للجهات المختصة التي تتولى مزيد من التحقيقات مع الجهات ذات العلاقة طبعا نحن تواصلنا مع وزارة الصحة وجاء ردهم بأنه تم فتح التحقيق فور العثور على الجثتين وينتظروا الانتهاء التحقيق في الحادثة